موسيقى الان النسب ارتفعت كانوا حلقيت الطلق الخلع هو المرتفع وبحكم انه ولا ذاك الطلق التي فقيره هو خلع فاصبح نسبته مرتفعة تطلق الشقاق أصبحت نسبته مرتفعة يعني الان راس مثل تلقى مئتين وستين الف طلق يعني بمعدال بعد المرة ترتل الف وثلاثمائة طلق في اليوم كان في البداية بحل اللي نقوله الموضى دياله كانت تستعملها غير النساء ومن بعد بعض الرجال تفطنوا لهذا الامر قال لي لمشي تدر تطلقها رجعي تتكون المبارغ شوية زيدة ارى ندير تطلق الشقاق لان فيه ضرر فهنايا حتل تطلق الشقاق كيف قلنا قلنا بشي حلقة من الحلقات بان كانت المرأة اللي عندما تطلبوا تطلق الشقاق كانت تتاخذ واحد المستحقات ولكن من بعد توحد الامر فولى بانه تتاخذ غير ذاك الاشهر العدة ديالكيراء تلتشور ودابا الان كانت مطالبة بان نرى المرأة يمارس عليه هالضغط وكذا وكذا حتى تتنازل فهذا الشقاق هو يعاد فيه النظر وتولي فيه مستحقات فاذا كانت نقاش طويل فهذا تطلق هذا هو تطلق تنعرفوا بانه الان امامه كترك الملفات وكتضاد المحاكم لم تعد يعني القضاء يأخذ فيه وقت طويل صافي تجي وقتافقين وقتافقين بعد المرة تكون الحدث غضب فتقولك احنا امام كترة وهنا تجي دور المساعدين الاجتماعيين والناس اللي قموا بالوسطة ولو ان الامر يخذ منا شهور ما عدا لكانت الحالة مستعصية وفيها عنف هنا ينقدرون نتخذو الاجراءات فهنا المساعدين الاجتماعيين عندهم هالدور لمعرفة الحقائق والخبايا من خلال الخروج للميدان ومعرفة الاسرة ومعرفة الاطفال وكذا وشنا هو نوع الدرر وإلا كان غير المرات مشاكل عائدية فلا بد أن نحمي هذه الاسرة من تشتت ومن ضياع الاطفال وما ينتج عن ذلك من حراف وانكسار وكذا هذا المجال تأهيل الناس للزواج هو أمر محمود كيف تنقولوا بأننا تنديلوا دورات لتكوين الناس الحجاج باش يمشيوا ومارسوا شعيرة ديال الحج باش يكون وفق ضوابط ديال هاو وسونان ديال هاو يعني نفس الشيء في ماليزيا في دول آسيا تلقوا هاد الأمر يعني أمر بحال اللي غنبيروا مثلا حنا دبقوا سيارة تعليم باش ميكونش حوادث ضروري من جواز رخصة فإذا نفس الشيء أكبر من سياقة سيارة لأننا رأى الكواريد دياله والحوادث دياله أخطر مما من سيارة سيارة يقع عطاب وكذا ولكن رأى الأسرة هنا رأى فيها أطفال فيها عائلات فيها ما تنتكلموا على الأسرة رأى تنتكلموا على مجتمع رأى تماسك ديال الأسر هو القوة ديال المجتمع فإلى ما أعطينا أولوية وأهمية لهذا الأمر فنكونوا تنضيعوا هذه الأسرة فلهذا وجب على وزارة الأسرة هي بتنصيق مع وزارة العدل يعني يتخصص واحدة الميزانية خاصة أي إنسان مؤهل للزواج ينبغي أن يمر من مراحل واللي غيتولوا هذا الأمر ناس أخصائيين متزوجون يعرفون العلاقات الزوجية معات أو أمات مع دول يعني شقيقة اللي عندها نفس العادات ونستفدوا من تجارب ديالهم وستفدوا من تجارب ديالنا نتكلموا على الوحم نتكلموا على المراحل ديال الولادة شنا هي الأمور باش الولادة تكون طبيعية وتكون عندها واحد تتبع عبر المصحة وعبر المستشفى العام وكذا فهذا الأمور خصدروري وعادة نعرفوا شكونا هو الأدوار ديال الزوج وديال الزوجة وشنا هو الأمور اللي خصنا نلقوا فيها حلول بيناتنا وما يكونش عندنا ذاك بحل لنا دخلين واحد شركة كل واحد عنده حقوق وواجبات لا قصة المؤسسة ديال الزواج تغيبوا فيها هذا الأمر ونستحذروا فيها من آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها هاتساكينة عندها واحد المقويات وجعلها بينكم مودة ورحمة يعني المودة، المحبة، التقدير، الرحمة أن الزوج يكون رحيم بزوجته والزوجة تكون رحيمة بزوجها حتى ينجح هذا العشد الزوجية شكراً